السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومع احبابكم في قناتكم وقناتنا والأم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد فيديو اليوم عبار عن طيقة طلب من عديد الأخوات والإخوة اللي تلبوني أنني نحضى لهم طيقة ديالي إن شاء الله اليوم غادي نشاركوا معكم مكونات ليهما مضبوطين طيقة تحضير ليها ناجحة مليون في المياه كما جربتوا عديد من الوصفات ونجحوا لكم حتى ضائب ستجربوا ونجح لكم من أول جائبة إذا أعجبكم فيديو اليوم وأعجبكم محتوى ديالفيديو من طبيعة الحال لا تنسوا الشتاكو في القناة تفعلوا الجهاز ودعمونا بلايك لكي دائما تصلوا بجديد وصفاتي ندوز المكونات وطيقة تحتاجه بالنسبة للمكونات نحتاجه نصف طوم الحليب اللي نضيفه في كاسونا نضيفه ثلاثة المعلق من السكاح وبيبات المعلق يكونوا عامرين نضيفه فوق النار حتى يصبح لنا لدرجة الغلايين من بعد نضيفه نصف طوم الحليب مع علبة من يغوت بنكهات الفاني وممكن ان نضيفه حتى يكياس من الفاني هنا استغنيت عليه وضفت فقط علبة من يغوت بنكهات الفاني وكننا نحاكد المكونات مزيان مزيان حتى نتأكد بلي ان يغوت نسج مليا مع الحليب ومن بعد نضيفه نصف طوم الحليب اللي ضفنا فوقنا نحيده لها ضعق ولي كتكون لنا هكا من الفوق داوي انكم تخليوا حتى يغلق ويطلع لنا هذا الحليب ومن بعد نضيفه ضعق وكلها اللي كتكون لنا من الفوق من بعد ما نخويوهم في الكويسة دينا ما يكون لنا هكا للماء نضيفه حليب اللي غلينا حتى يصبح ضعجة منخفضة ومن بعد نزيد علي نصف طوم الحليب اللي خلطوه مع الياغوت النسبة للنصف اللي خلطوه مع الياغوت كيكون بعد ما نضيفه نهائيا نخلطو المكونات مع بعضياتهم حتى نسجمو لي مزيان ومن بعد نجيبو الكويسات دينا اي كويسات بغي نتقدموه فيهم او زليفة ونبقوا نملقوهم بعد الشكل نتوما كنبقى نملق هذه الكويسات اللي عندكم اللي هم باد طائقة مباشرة كتخلطوهما البنت ما كتخليوش نهائيا الحليب يبقى لكم في كاسونا لانهو غدي جمد لكم كما لاحظتم معايا مباشرة لقيت الحليب الباد مع الحليب اللي دفينا فوقنا فوقنا والياغوت ونصبوهم فوقنا فوقنا في الكويسات عفوان وهما كيكونوا دافي انتم ما كتلاحظوا معايا مباشرة كيكون الحليب دينا دافي كنصبوه في الكويسات حتى نملق الكويسات كلهم اللي عندي من بعد كما لاحظتم معايا كننخضو بلاستيك غدائي ونصدع ليهم داوي انكم تغلقوا هذه العلاد الكويسات ديالكم مزيان 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 بسيلوفا بعد الشكل كما لاحظتم معايا ونغطيوهم كلهم الكويسات ديالهم ونغلقو عليهم مزيان باش هكما يدوس لنا الهواء نهائيا كننخضو سابيتا ونخضو المانطة انتم ما داوي انكم تغطيوه بالمانطة مزيان باش هكا يدفاليكم مع ايبديالكم وينجيب ندليكم كما لاحظتم معايا اخذيت هنا المانطة وكننغطيها هكا من الفوق ومن التحت داوي انكم تلبسوه كما لاحظتم معايا كنغطيوه مزيان باش ما يدوس ليل بعد ومن بعدها نزيت لي جوج مانطة تخيل وخليتو ليلة كاملة هنا انا قديتو بالليل خليتو حتى في الصباح كما لاحظتم معايا كما قلت لكم انا ازد عليه مانطة وحد اخوة ومن بعد ما خليتو ليلة كاملة في الصباح كان فيق القائب جمد كما لاحظتم معايا الشكل دياله كان زولوا لي المانطة وزولوا لي كما لاحظتم معايا كما لاحظتم معايا الشكل دياله كان يجي خاطئ وكيجي عقد وكيجي لديد بلا قياس وبالنسبة الكمية ديال السكال بنات بالنسبة لكم إلا كنت تكلوا قائب اللي هو حلو ممكن أنكم تزيدوا احتلا بعوال لخمسة ديال معلقة انا هنا كتافيت فقط بثلاثة ديال معلقة لأنني ما كنبغيش نسبة الحلواء الحلواء وعفوان كتيها بزاف كما لاحظتم معايا ايبو خنق البور ما كيتخواش ليلة نهائيا لأنه كيجي عاقد وكيجي خاطئ وكيجي خاطئ وكيجي خاطئ وكيجي خاطئ وكيجي هوا منه كما لاحظتم معايا ايبو خاطئ كما لاحظتم معايا كيفاش يجي خاطئ اشتركوا في القناة